السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقيكم في فيديو جديد إن شاء الله سنتحدث عن موضوع الكاسبا كما رأيتم في التامب نيل أو صورة الفيديو بالأول سنقوم بتحليل بسيط في دقيقتين لعملة البيتكوين فعملة البيتكوين لا زالت في نفس التوقع الذي كنا ننتظره في يوم الواحد والعشرون الواحد والعشرون ذي قمنا فيه في الواحد والعشرون فهناك عدم أو نوع من الـ Indecision عدم توافق هل سيذهب للأعلى أم للأسفل فلازلنا ننتظر الآن ولكن اليوم خرجت بعض الأخبار السلبية على أن جهة من الجهات المالية المشرفة على تداول بالعقود إلى غير ذلك في الأسواق المالية في أمريكا قامت برفع دعوة ضد صاحب شركة باينانس أو منصة التداول باينانس فهذا ما جعل أيضا البيتكوين ينزل بشمعة الأربع ساعات بحوالي 27.800 إلى 26.500 حوالي أكثر من ألف دولار في أقل من ساعة من ساعتين لنرى ساعتين نعم ساعتين بألف وبعض الدولارات في ساعة واحدة تم نزول البيتكوين بذلك الحدة فالأعين هي كلها الآن على 25 و200 هذه المنطقة منطقة التصحيح يعني فوق هذه المنطقتين فهذه منطقة التي يشاهدها الجميع وننتظر هل سيتم التصحيح فوقها أو سيتم كسرها فهي من الدعوم الميتالية والتي يجب عليها أن تصمد كما صمدت حينما كنا نحاول اختراقها للأعلى هذا فيما يخص عملة البيتكوين إن تم يعني هذا الدعم إن صمد هذا الدعم فسيكون هناك إعادة المحاولة لحاولي هذه المنطقة لكي يكون هناك التماس هذا الخط في الأعلى حوالي 28 إلى حوالي ليس 28 وإنما حاولي 30 ألف فهي منطقة البيع 30 ألف وما فوقها فكلها منطقة البيع منطقة شورت الآن نذهب إلى عملة الكاسبة التي رأيتها اليوم فهي أيضا في تصاعد تدريجي في التمن هذه هي الكاسبة فكما أدرجنا في الفيديوهات السابقة قلنا بأن الكاسبة يجب عليها أن تبقى فوق هذه المنطقة منطقة الدعم التي هي 0.14 إن أردنا أن ندفع بالتمن للذهاب إلى 0.25 أو ما فوق 0.25 لأنني أتوقع أن 0.25 ستكون نهاية هذا الصعود وسيكون بعدها تصحيح قوي للعملة في اتجاه الأسفل ففعلا كما رأيتنا أيضا للفابوناتشي أو مؤشر الفابوناتشي فصمد السعر فوق الخمسون يعني 0.50 وهذا أيضا شيء إيجابي الآن ما سنقوم بفعله هو تحريك الفابوناتشي إلى آخر منطقة سعرية قام بها الثمن قبل أن يستمر في الصعود فإن رأيتم كل ما قمنا به ونعطي هذا ماكسيموم 0.25 فمنطقة 0.50 مجددا تلعب دور المقاومة كما ترون هنا 0.50 من مؤشر الفابوناتشي ماذا يعني ذلك؟ حتى سقوط البيتكوين بحوالي ألف دولار في مدة ساعتين لم يؤثر بالشيء السلبي على اتجاه العملة وإنما كان هناك تصحيح سريع للعملة هذا يدل على أن جميع الناس الآن فقط تنتظر للعملة تقوم بتصحيحات بسيطة مثل هذه وتدخل في العملة لأن كما رأيتم أن التصحيح قام التصحيح فوق 0.61 هذا شيء أيضا إيجابي فهو فوق المنطقة الذهبية وهذا يعني أن لا زال هناك أو دفع إلى الأمام لسعر وربما سنراه في هذا اليومين القادمين أو في خلال هذا الأسبوع ربما سنرى الكاسبة تتداول في 0.25 فهذا هو التداول أو التوقع الذي توقعه من عملة الكاسبة فنحن نتابعها منذ أمد بعيد لنقول فهي الآن أدخلتها في قناة كبيرة هذه القناة قمت بإعادة تحليل شارت وأدخلتها في قناة كبيرة لأنها في القناة الصاعدة وقمت بمحاولة يعني القيام هنا بالتحليل الموجي للعملة في القناة القليلا يعني بالأمد البعيد قليلا ليس فقط لأسبوع أسبوعين شهرين وإنما حتى نهاية ربما ما هي نهاية ما هي أوكي ربما حتى دخولنا إلى 23 أوكي ربما حتى دخولنا إلى سنة 2024 هذا إن كنتم مستعدون أيضا الاحتفاظ بالعملة وشراء المزيد والمزيد منها حتى حينما تنزل في الثمن فهذا التوقع هنا في الموجة الخامسة الكبرى فهناك موجات صغرى كما ترون هذه موجات صغرى مثلا هذه موجة صغرى كانت موجة صغرى هنا وهذه الموجة الكبرى التي ستكون نهايتها في شهر أوغوست أو شهر ثمانية فهذا ليس بالشيء المضمون مئة في المئة بأنه سيقع العملة فهي قابلة للترنح بين الداون والأب أو النزول والصعود على حسب أيضا إشكالات السوق والأنماء للإنماء 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 يعني حسب العربية لحسب كيف يدور في السوق حسب كيف يدور في السوق فهي قابلة فـ 0.25 تسبقات بما هي أنها منطقة دي الأخذ الأرباح يعني إلا كانت عندك 100 ألف أو 200 ألف أو 300 ألف من عملة الكاسبة فالمرجو منك أن تبيع فقط 25% إلى 30% في عملة الكاسبة في هذه المنطقة التي هي منطقة 1.25 لأنه لابد للسعر أن يعود من هذه المنطقة إذا لازلت تسأل لماذا منطقة 1.25 فهي فقط لست أنا الذي أقول 1.25 وإنما الفابوناتشي مؤشر الفابوناتشي يعطيك مناطق البيع والشراء بالضبط فهو الذي حدد لنا هذه المنطقة 1.25 كمنطقة بيع وربما أسفلها في هذه المناطق أو دونها فهي مناطق دخول للسعر مع تفعيل stop loss يا إخوان مع تفعيل stop loss إن ذهبنا بالنسبة لمؤشر القوة كما رأيتهم مؤشر القوة فهو في صعود بدون توقف فهو في صعود بدون توقف لدينا التماسات هنا وهناك وفي أي التماس يكون هناك ردة فعل سريعة للدفع بسعر إلى الأعلى آخر مرة كنا في 86 نزلنا إلى حوالي النصف المؤشر القوة في صفصة 52 ثم بعد ذلك استمرنا بالصعود سيكون ارتداد هنا مئة في المئة من هذه المنطقة نحو الأسفل أتمنى لو كانت هذه العملة في العقود الأجلة سأقوم لها بعمل لونغ أو شورت حينما أراها في هذه المناطق فهذا هو تحليل بالمختصر المفيد لعملة الكاسبا أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وأن تكونوا نلتم الإفادة منه فإن كنتم تشاهدين هذا الفيديو لأول مرة أتمنى لكم أن تكونوا متتابعين لهذه القناة وإن كان لديك أي كومنت كما كان تعليق فضعوا في صندوق الوصف سأكون سعيدا بالإجابة عنه وأخيرا أتمنى لكم إفطارا مباركا في شهر رمضان هذا والسلام عليكم إلى فيديو جديد